لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء فرحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وانوان حلقتنا النهاردة الأصهر يؤمن بإله أخرص وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بينشر العقيدة الأشعرية وبيدفع عنها وهو اللي بيقود المسلمين فبالتالي هو بينشر بضعه فهو بمثابة أن المسلمين اتخذوه ربا من دون الله وشيخ الأصهر مش جاهل وهو فاهم بيقول إيه ولا وقع في شبهة بدليل أنه بيتكلم عن القرآن وقال الفكر الأشعري توسط الأشعري طبعا في الإيمان بصفة كلام الله أو القرآن فلا هو قال إن القرآن كله مخلوق ولا إن القرآن كله قديم أو أذري بعبارة تانية القرآن مش مخلوق ده المعاني القديمة ومخلوق دي الحروف اللي بلغها النبي وكان سؤالنا لفضيلة الشيخ أو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأصهر إيه معنى القرآن بمعنى إنه المعنى أو المعاني قديم والنهاردة هنشوف جواب شيخ الأصهر على السؤال ده نشوف أول فيديو مع بعض وشيخ الأصهر هيجاوب على هذا السؤال المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان دي اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي بيسمي وهنا بيقول لنا شيخ الأصهر المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان دي هي اللي بيسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي وإحنا تكلمنا عن الكلام النفسي في حلقة كانت رقم 35 وكانت بعنوان الإله الأخرص وناخد مثلا من التألف الحلقة في سهل بخاري كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشركة عن الشهادة وغيرها يقول لنا كده قال الحافظ ابن حجر وقوله أحدث الأخبار بالله أي أقربها منزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم وهنا كلام ابن حجر عن نفس هو هو نفس كلام شيخ الأصهر ابن حجر بيقول الكرآن حادث لكنه قديم يعني ما تقدرش تقول عنه حادث ولا قديم وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي وشيخ الأصهر بيقول نفس كلام ابن حجر فلا هو قال أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله حادث أو قديم أو أزلي شيخ الأصهر بيقول فلا هو قال أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله قديم أو أزلي عشان كده كان تعليق الشيخ البراق بيقول والقديم هو الذي لا بداية لوجوده وهذا جار على مسهب الأشعر في كلام الله تعالى فإن كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس هو حروب وأصوات وهو معنى واحد لا تتعدد فيه وهو لا تعدد فيه وهو القديم لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه وبعدين نتابع كلام شيخ الأصهر في الفيديو اللي جايه نشوفها يقوله إنما المعاني يرفض الأشعر أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وإلا يبقى ربنا لما يصف أنه متكلم وأنه كذا الآية دي لا تفسرها وهنا بيقول إنما المعاني القديمة يرفض الأشعر أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وإلا يبقى ربنا لما كان يصف أنه متكلم وأنه كذا الآية دي لا تستطيع تفسرها وهنا كأنه بيشرح كلام الشيخ البروك الشيخ البروك بيقول إيه والقديم هو الذي لا بداية لوجوده وده بيساوي كلام الشيخ الأصهر اللي بيقول إنما المعاني القديمة يرفض الأشعار إنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد عشان كده نشوف الشيخ الأصهر هيقول لنا إيه يعني هيقول إيه في الفيديو اللي جايب بكل وضوح المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلقها الإنسان دي اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي بيسمي وهنا بيقول المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان ده اللي هي بيسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي وهعيد سياغة كلام شيخ الأصهر باختصار وبشكل مبسط عشان نفهم كلامه شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول كلام الله معاني أزلية قائمة بذات الله وده بيساوي الكلام القديم وده بيساوي الكلام النفسي وده هو نفس كلام الشيخ البراك وهو بيعلق على كلام ابن حجر بيقول ان كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس هو حروف وأصوات وهو معنى واحد لا تعدت فيه وهو قديم لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه وكلام الشيخ الأصهر معاني قائمة بذات الله أزلا ده بيساوي كلام البراك لا تتعلق به مشيئة الله وطبعا شيخ الأصهر قال بعد كده بكل وضوح ان كلام الله نفسي وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي دي اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي بيسمي وهنا زي ما شوفنا شيخ الأصهر بيقول ده اللي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي وشيخ الأصهر بيشرح معنا الكلام النفسي وبيشرح برضو السبب في أن الأشعارة بيؤمنوا بالكلام النفسي أكتر وخلينا نشوف مع بعض هيقول إيه في الفيديو اللي جاي إنما المعاني النفسية لم تكن يرفض الأشعاري أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وهنا بيقول إنما المعاني القديمة يرفض الأشعار إنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وطبعا المعاني القديمة دي هي الكلام النفسي وكلام النفسي يعني من غير كلام يعني الله بيتكلم ومش بيتكلم ونشوف تعليق الشيخ البراك على الحتة دي إن مسهب الأشعار في كلام الله في القرآن بيقول هو أقرب إلى مسهب المعتزلة وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرس تعالى الله عن ذلك علوان كبيرا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب رئيس أكبر مؤسسة ديناي في العالم بيقول إن الله أخرس بس بيقول كلام نفسي يعني الله بيتكلم ومش بيتكلم من الآخر أخرس وخلينا نروح نشوف في كتاب شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة وبيقول كده أما أهل الباطل فإنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت وإنما له كلام نفساني هنا بيقول أهل الباطل يقولوا إن كلام الله نفساني لا تعليق يا شيخ الأصهر وهنشوف تعليق شيخ البراق ومسهب الأشعار في كلام الله هو القرآن في القرآن وفي القرآن هو أقرب إلى مسهب المعتزلة وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرس تعالى الله عن ذلك علوان كبيرا وهنا بنشوف إن دي هي المفجأة والتنوقد اللي في عقيدة الأشعارة أو عقيدة شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب أو عقيدة الأصهر أو أبو حسن الأشعاري مؤسس المسهب الأشعاري انقلب على مسهب المعتزلة وده قلنا في حلق قبل كده ونشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي عشان نتأكد من الكلام ولكن فجأة ألمت بي حالة فكرية اختفى في بيته أسبوعين ثم قرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامعة في البصرة وارتقل المنبر وقال الكلام عن من عرفني فقد عرفني إلى آخره ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجع عن هذا المذهب وقد استقرطت الله وقال أنا الآن أنخلع من المذهب المعتزلة وانخلع من سوب كان على جسده ورمى به بوجوه الناس ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد وهنا الشيخ الأسهر بيقول إيه ولكن فجأة ألمت به حالة فكرية اختفى في بيته أسبوعين ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامعة في البصرة وارتقل المنبر وقال كلام يعني من عرفني فقد عرفتي إلى آخره ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجع عن هذا المذهب وقد استقرطت الله وقال أنا الآن أنخلع من مذهب المعتزلة وانخلع من سوب كان على جسده ورمى به في وجوه الناس ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد وعقيدة المعتزلة أن الله لا يتكلم فالمفروض أن الأشعارة تبقى عقيدتهم إيه؟ أن الله لا يتكلم لكن الغريب أن الأشعارة بيقولوا نفس كلام المعتزلة بس بجملة مختلفة لكن معناها النفس معنى كلام المعتزلة الجملة دي الكلام نفساني وده اللي بيساوي الله لا يتكلم وده اللي بيساوي الله أخرص وده اللي بيساوي نفس صفة الكلام عن الله والغريب أن الشيخ الأصهر بيعتبر الكرآن كلام الله النفسي اللي مش مخلوق مع أن كلام نفسي معناها أن الله أخرص مش بيتكلم فزا الكرآن كلام الله النفسي يبقى كلام نفسي ليه معنى عند الشيخ الأصهر أن الكرآن مش مخلوق وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي إنما المعاني القديمة يرفض الأشعار أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وهنا بيقول إنما المعاني القديمة يرفض الأشعار أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد إذن كلام الله برعا معاني والمعاني دي لازم تترجم وكلام ده إحنا قلناه قلناه في حلقة رقم 36 وكاتب عنوان الحلقة ابن حجر يتهم الرسول وجبريل بتأريف القرآن وخلينا نتأكد ونشوف المرجع من دراسة موضعية للحقيقة ولومة الأعتقاد الوسطية بيقول كده فالأشعار قالوا أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام واحد معنوي وليس بحروف والأصوات فقلنا لهم والكلام هذا المفصل بين إيدينا قالوا الكلام هذا إما من كلام جبريل أخذ المعنى من الله عز وجل ثم تكلم به بهذه العبارات الموجودة فهو تعبير من جبريل وإما من محمد وهنا طبعا منشوف أن ده هو معنى كلام الشيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب أن القرآن كلام نفسي يعني معنى أن القرآن غير مخلوق يعني الله أخرس لا يتكلم لكن المعاني هي اللي اترجمت بواسطة جبريل أو محمد ودي تهمة هنوضحها في الحلقة اللي جاية ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا شيخ الأصهر وهو بيشرح لنا أن القرآن مخلوق ومش مخلوق في نفس الوقت وقال إن السبب في أن كلام الله نفسي ودع نفس كلام ابن حجر لما قال أحدث الأخبار بالله أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم وكان رد الشيخ البراك قال إن مسهب الأشعارة في كلام الله وفي القرآن هو أقرب إلى مسهب المعتزلة وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرص وبعدها هشوفنا إن عقيدة المعتزلة إن الله لا يتكلم فالمفروض إن الأشعارة تبقى عقيدتهم إن الله يتكلم ولكن الغريب إن الأشعارة بيقولون نفس كلام المعتزلة اللي في الآخر بينف صفة الكلام عن الله والتنقض للإمام الأشعاري في كتاب الإمانة ألها بكل وضوح وأما أهل الباطل فإنهم يعتقدون إن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا بصوت وإنما له كلام نفساني رئيس أكبر مؤسسة دينية من أهل الباطل وأثبت إن القرآن كلام نفساني وتابعوني في الحلقة الجاي عشان نشوف الجزء الثاني من كلام الشيخ الأصهر إن القرآن مخلوق وألتقي بيكم في الحلقة القادرة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمنى أقبل بعقل أترد بعقل أتنكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوب أتنكر بعقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر